السلام عليكم و مرحبا و ألف مرحبا بكل متابعي قناة شيوات فطعمة مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدد اليوم إن شاء الله سوف نشارك معكم وصفة صيفية بامتيازة سهلة وسريعة التحضير و الأهم أنها لديدة جدا إن شاء الله سوف نحضرها بمكوه الأساسي و اللي هو البطاطا ففي إعلان كتجي لديدة فشكون فينا ما كتعجبوش البطاطا كي صغير كي الكبير و كنا متأكدين أننا جربتها للوصفة هاتوليوا مدمينين عليها لا تنسوش كتر لي من عدد اللايكات في هذا الفيديو لأنه فعلا كيستحق عدد كبير من اللايكات و أيضا دخلوا لي تعالق و شاكدك يعجبوكم الوصفات البطاطا باش نشاركو معكم إن شاء الله فبسم الله على بركتي الله عندي تنجرة فيها ماء بارد كنضيف عليها مكعبات من البطاطاس فبالنسبة لكمية اللي خدمتنا هي كيلو فتبارك الله ما شاء الله كتعطي كمية معقولة كيلو ديال البطاطا اضفت القليل من الملح و مباشرة كنوضع التنجرة على النار و كنخليها تقريبا 21 دقيقة حتى كتستولي ديال البطاطاس فكت تستويها كده إلا بنت لكم نجات فكتزولها من على النار واكيد كتصفيها من ديال كمية ديال الماء ثم كتمعكوها كيف ما كتلاحظو معلها ديال شكل مزيان نضيف القليل من المعدنوس المعدنوس فقط يكون ملء أحسن يكون طريق القليل من الملح و القليل من الإبزار الفلفل الأسود كتضيفوه لحسب الضوء ديالكم ما تكترووش لحسب الوليدات الصغار و هنا نضيف مية جرام من جبن موزارلا مبشور نضيف ملعقة كبيرة من نشط دراء الميزينة ثم نبدأ نجمع المكونات كلها مع بعضياته ملاحظة إلا كنت تضيفوه لحسب الضوء ديالكم ولا ما كانش غير يكلوها معكم موليدات الصغار ثم ندخل ذلك الانية لتلاجة تقريبا 20 دقيقة ثم نبدأ نشكل الكورات ديال البطاطس ديالي تضيفوه للمكفة ويصغير و تكون معقولة كيف تلاحظوا في اليد ديالي ثم نضيفوه لليل من الجبن المبشور أنا دائما أخدمت جبن موزارلا إذا كانت لديكم أخرج دياليجبن ثم نفضل في الحشو و هنا أضفتم لعدانة الدفيم البزار ممكن تعودوه بالكاشير ممكن تعودوه بالكفتة تكونوا هكذا بسوطين هافي زويتا ممكن تعودوه بلادان تحت وقاطع صغار او لدزاج يكون مشحر مع بصيلة والعقرية بزاف ديال اختيار انا خدمت بهذا الشي احكيد خليك ان هو اللي كان متوفر عندي صافي 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 كان كنكون هكذا بحلو حد شكل ديال ابطاطة النيت كيف ما كنتلاحظو معي كان شكلها هكذا شكل اوفال ديال ابطاطة انا راني تبارك الله ما شاء الله درتها كبيرة اللي كان وحده ما يعود شهز وحده اخرى مهمتو ما كيبقى على حسب الضوء ديالكم فتو تعملوهم صغار اللي يبغيتون هناك ندوزه في الدقيق الابين المخصص للحلويات اي دقيق الفورص كيف ما كنتلاحظو معي كان في الندهم زيان على هاد الشكل ما تخليو تشي بلاسة ما تقيسهاش ما يقيسهاش طحين ثم ندوزه هنا عندي حبة ثانا من من البيض اللي اطربتهم مع بعضياتهم ثم ندوز في هذه الحبات ديالكورة ديال البطاطة ثم ندوزه فلاشة بلوغ مزيان على هاد الشكل سوف يكون بقمس طمرة حتى نكملهم كاملين بهم مباشرة في حمام زيته من طبيعة الحالي كتكون ديالك المقلات كتكون سخونة ديالكز زيته كنوضع الكورات ديال البطاطة دياليالي ندوزه على نار اللي كتكون متوسطة والزيت كتكون سخونة مسبقا سوف يوضعهم يطيبو لها جهة خمسة دقيق ولا جهة الاخرى خمسة دقيق المهمتو ما كتبقو موحدة كيستوي من الجهاتين وكيتحمرو وكياخدو اللون الذهابي انا يتبرك الله ما شاء الله راح خرجو ليستة ديال الحبات ولكن راحهم كبارين باش ميضيعوش لانا مما كيبغو شي بردون كيبغو كيفما يطيبو كيفما يتقدمو سخانين بهم كيفما يطيبو كيفما يطيبو كمية كبيرة بحركة كده فكتاخدو واحد البطاطة اما كتاخدو كل كورة ديال البطاطة كتتلموها في ورقة في السلوفان في غيداء بلاستيكي ورقة بلاستيكي المهموه وكتشدهم اللون الذهابط بلاستيكي ويجبو كلها واحدة وكتدو اللون الذهابط ب الخارجه وقدت هناك مجمد الوقت اللي كانوا لخارجين منها على الامر و هذا ما في قم مي طيب كتشبوهم نبين بل كونجولاتق قموما في الميقلاة يكون في حمام زيت سخون وكتوجدوا واحد شليضة وهكذا شوية ديال الحامض سوف تضعهم غضا مخير او اللعشة او المهم في الوقت اللي حسيتو باللجوع تقدروه صراحة تدوزوا هاد البطاطا معاش الليضة كتجي من ذاك الشرفيع كتجي لديدة بحالة باكدلا كنتوا عائلة كبيرة فهي كفيوكم إلا كنتوا غير شخصين او لا فبلا ما تضيعوا ولا كتخدموا بالول بالقياس ديال البطاطا وأصلا انا باش كتعجبني هاد البطاطا ما كتضايش تبارك الله كتحضري ذاك الشيلي كتك ولي في ذاك الوقت اللي كتكون يمشي هيا بحالة مثلا هاد الكورات ديال البطاطا وذاك الشيلي بقى كتديري في الكنجيلات تغمليك هكذا كي يكون عندك القانة ديال شي حاجة بنينة بحالها كتجي بديهم من بالوحدة او لبزوش يوديهم المجمد او كتطيبهم فيعلا هاد الوصة كالجيل دي دعورها بطاطا شاكرا راسبلا ما شكر لكم بطاطرة سبحان الله بنينة دو ناتيوخ ففي هادي الاغوصات ديالنا كنقدمها بصحة وراح اشوفوا معي كيف كي يجيدك هادك الادان دفيما وهادك الجبن صراحة كتجي مخيرة كتجي لديدة وما كتجيش متشربة لنا زيت بكمية كبيرة نهائيا كتجي في الحدود يعني في حدود مو يمدكش يمقليه في حدود المعقول هادي وصفات اليوم كتجيبنينا جربوها وكتبوليها وشي بغيتو نشارك معاكم بحال هاد الوصفات هاكدا الصيفية الخفيفة اللي كان بغيه واحنا الكبر وايضا الصغار المهم خليو لي خليو لي غياكسنون ديالكم في الطعالق وان شاء الله انا را غادي نقال لكم مونتاق وغادي نجاو غادي نلبي طالبات ديالكم وغادي نحاول اصلا ان شاء الله في هذه الايام القادمة نقدم لكم هكدا شي حاجة مالحة نبعدوش فيها من الفران والحلاوة ايو هادي وصفة اليوم نتمنى ان شاء الله تعجبكم اللي اعجبكم الفيديو ما تنسو تشاركو مع الاهل والاحباب بتخليو لي اشي تعليق يكون زوين بحاركم كنقول لكم بسلام عليكم وما تنسوش اللايك 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 الفيديو ما تنسوش اللايك كنقول لكم بسلام عليكم وفي اماني الله لحلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة